بعد اقتحام القوات الأمنية منطقة الفاروق حيث جامع النور الكبير ومنارة الحدباء في قلب الموصل تخوض تلك القوات معارك شرسة مع نصر داعش الذين يحاولون الدفاع عن الجامع ورمزيتها قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبدالغني الأسدي أكد أن قواته تمكنت من استعادة منطقة الساعة آخر مناطق حي الفاروق الذي يعد أكبر أحياء المدينة القديمة وأوضح الأسدي أن الرتلين الشمالي والجنوبي من قوات جهاز مكافحة الإرهاب يخوضان معارك عنيفة ضد داعش في حي الفاروق بقلب المدينة القديمة